افتتح وزير الصناعة والنقل كامل الوزير خطى انتاج جديدين للأجبان بأحد المصانع التابعة لمجموعة سعودية بطاقة انتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنويا هذا وأكد الوزير على أهمية ما تقوم بانتاجه الشركة من مواد أغذية أساسية وضرورية في حياة المواطن مثل الألبان والأجبان حيث تنتج الشركة أكثر من 100 منتج وبحجم استثمارات يصل إلى 6 مليارات جنيه كما تبلغ نسبة المكون المحلي 70% ويصل حجم الصدرات إلى 35 مليون دولار سنويا فضلا عما توفره الشركة من فرص عمل تصل إلى 5550 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى تطوير أكثر من 100 مزرعة تنتج سنويا 200 ألف طن ألبان أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن التحول الاقتصادي بإفريقيا يتطلب وغودا مضاعفة لدفع حركة النمو والتنمية بدعم الشركاء الدوليين ومن خلال القطاع الخاص أيضا وأوضح كوجوك خلال لقائه من ممثلي ورئيسة المركز الأفريقي لتحول الاقتصادية على هامش اجتماعات واشنطن أن السياسات الاقتصادية للبلدان الأفريقية لابد أن تكون أكثر اتساقا وتكاملا واستهدافا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشركات الدولية موضحا أن التحالف أديون من أجل التنمية المستدامة يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والنشئة أكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط ضرورة توحيد جهود المؤسسات الدولية لخلق نظام مالي عالمي أكثر عدالة وفي كلمتها بالاجتماعات الوزرية لمجموعة الأربعة والعشرين ضمن فعليات اجتماعات صندوق النقد والبنك دوليين شددت المشاط على ضرورة وضع حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها الدول النمية بشكل يراعي ظروف كل دولة وصرحت المشاط بأن المؤسسات الدولية تطالب أو تطالب بتعزيز تعاونها مع الدول الأعضاء لدفع معدلات النمو والتشغيل وأشارت لأنه يجب على البنك الدولي تكثيف الجهود لدعم جهود التنمية في الدول النامية لفتة إلى أن قضية الأمن الغدائي تمثل أولوية قصوى لدى دول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر